موسيقى حياكم الله مشاهديننا ومستمعيننا من جديد تنظم مؤسسة أياد الخير نحو آسيا روتا يوم السبت المقبل حفل العشاء الخيري الخامس وذلك بقلعة عبدالله بن علي بالدوحة نعم للحديث عن هذا الموضوع ومعنا في الأستيديو السيد محمد بن جاسم النعمة كبير ممثلي إدارة مؤسسة روتا مرحبا مسألة فيك وجاسم معنا يا حلا حياكم الله وحسا أعلم باركة على الإستضافة الطيبة إن شاء الله ساعتك أبرك أخبرك أخبرك المستنسين متنومسينك معنا الله يبارك فيك وحسا أعلم باركة أنا مبسوط فضل الله إزاك الله لك بجاسم ودنا نعرف مشاهديننا السنة الخامسة أو الحفل الخامس إن شاء الله إيش بيتضمن هذا العام؟ والله ما شاء الله يعني هو الحفل مثل ما تفضلت وقلت إن شاء الله بيكون تحت رعاية سمو الأمير إن شاء الله الشيخ تمير بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة إلا سوف طبعا هو بيكون برعاية وبحضور إن شاء الله الحفل هو طبعا الحفل الخامس إن شاء الله ومثل ما قلت إنه بيكون في قلعة الشيخ علي بن عبد الله بن فريان وطبعا هذه قدعة مميزة معمارية جيدة يعني أنا شفت صراحة شفناها من قبل ولكن الآن إن شاء الله أعتقد المكتب الفني يعاد صيانتها وترميمها وتحفف النية فعلا فيكون إن شاء الله الحفل وتقريبا إن شاء الله بيكون ما يقارب حوالي تقريبا أربعمائة أو أربعمائة وخمسين مدعو للحفل إن شاء الله على مستوى الوزراء مستوى الشخصيات الغطرية وأيضا من المؤسسات الشبه حكومي والحكومي إن شاء الله وأيضا رجال الأعمال إن شاء الله اللي بيشاركوا معنا الحفل اللي بيثرون علينا إن شاء الله الحفل هذه السنة إن شاء الله بإذن الله يعني سابق اختيار جلعة عبد الله علي بن عبد الله هو تحفى فنية مثل ما ذكرت ترجعنا للتاريخ لكتري وفن العمارة لكتري وهذا إزرع كتاب مربوط بالقلعة صحيح لازم يقول لنا هذا المعلومة إزرع كتابا تحصد مستقبلا هو فعلا يعني إحنا الله جاءت الظروف مثل ما قلنا المكتب الفني مشانا ما قصره وجاءت الفكرة على أساس أن بناء إزرع كتابا تحصد مستقبلا طبعا المعروف أنه أول من أسس المكتبة في غطر هو الشيخ الله الرحمن الشيخ علي بن عبد الله فهو اللي أسس المكتبة في غطر وكانت مكان القلعة أو الإجلعة طبعا الفكرة هذه قلنا إحنا إزرع كتابا تحصد مستقبلا طبعا إحنا نقول زراعة الكتاب هو الكتاب الكتاب هو التعليم والتعليم هو الأساس وهو الرؤية الموجودة التي دائما قطرت بناها التي هي جزء من أهداف 2020-30 فالتعليم في الزراعة إحنا حطينا الحمد لله ظروف كلها جات أن يكون الكتاب ويكون المكان ويكون الإسم فالحمد لله أعتقد إزرع كتابا تحصد مستقبلا هو المستقبل هو الكتاب هو أيضا المكتبة الموجودة وأعتقد يمكن لأول مرة سيكون هناك حفل رسمي في هذه القلعة أو في الإجلعة حلوة الإجلعة أنا أحببت حببت الإجلعة بالحديث عن العشاء أو الحفل الخيري نعم تتقيمونا كل سنتين نعم لو نتكلم عننا يعني إيش إيش الهدف من إقامة هذا الحفل كل سنتين هو طبعا الهدف هو كل سنتين نقوم به والسنة هذه يمكن تميز عن سابقية بيكون هناك اهتمام كبير وكل سنتين المبالغ التي أو المزاد العلني المزاد الخير عفوا والمبالغ التي تحصل هي لمشارعنا في داخل قطر وبرع قطر والدول الفقيرة التي تحتاج هناك بنية تعليمية أساسية وهو المنهج الذي نحن نأسس فيه هو التعليم في هذه الدول التي تحتاج إن كانت الدول الأسوية أو الدول العربية الأسوية أو الدول العربية طبعا هناك توجه لهذه المشاريع طبعا في النهاية تعليمهم أساسهم في هذه الدول التي تحتاج فالمبالغ التي نحصل عليها في المزاد في خلال هذا الحفل يضرع إلى صندوق التورعات والمشاريع في روتا جميل أبو جاسم فضل أنت تفضلت هذا الحفل مميز جدا وفيه مفاجآت سنحن نبذى عن بعض المقتنيات الموجودة والمفاجآت التي تكون موجودة فيها هو يمكن المقتنيات أو الأشياء التي ستكون هي كعادة كل سنة يكون فيه الأشياء التي هي الأعتماد أو الأشياء المميزة هذه التي كانت خلال السنوات التي فاتت هناك أيضا محتويات ستكون موجودة طبعا لأول مرة سيكون فيها الحصان العربي الأصيل وهذا تبرع من مؤسسة الشقب إنجود الشقب هي بنت مروان الشقب وطبعا مروان محروف على مستوى العالم توني يقول لأنا مروان الشقب بطل عالم مروان الشقب أنا من عشاقة مرتين على التواري مرتين ووالدة بعد نفس الشموسة أيضا في أمريكا ونتاج شاب مروان بعد أبطا صراحة جميلة جدا أن رحت وشفتها في الشقب وإن شاء الله نتمنى أن يكون هناك مزاد لهذه هي فرس وأعتقد أنها إن شاء الله هذا بالنسبة للحصان العربي عندنا سيارة ميني كوبر طبعا هذه السيارة ستكون مقدمة من مؤسسة الفردان بتصميم جدا عالمي من الفنان دينيس هيرت اللي هو معروف على مستوى العالم ويكون بتوقيعه هو أيضا على التوقيع على السيارة مش أي ميني كوبر هاي فريدا طبعا لأنه هو مصممها كراء هو عملها بالتصميم اللي هو يبيه يعني فهذا يعني يمكن يكون مقدمة من إن شاء الله من الفردان وأيضا هناك عقد ذهب أسود مقدم من الممثلة العالمية أنجولي جولي هاي طبعا معروفة على مستوى هناك رحلة سفارية لجنوب في جنوب أفريقيا طبعا لمدة لشخصين لفترة محددة إضافة إلى ذلك في سياءة في موترسيكل أو نحن نسميها ماذا قلت للإجراءة بطبطة بطبطة فهي مقدمة هل الشمال نعم نعاج مهمة الشمال نحن الجنوب الله نعم الشمال قطع لجنوبها فنفس الشيء إن شاء الله هل الموترسيكل مقدم من شركة مؤسسة ناصر بن خالد الغابضة هو طبعا مترسيكل من المتسابق عالمي أيضا حيكون في توقيع عليه وهذه إضافة إلى المزادات المزاد الصامد طبعا هاي مقدم من المتحف الإسلامي هناك لوحات قيمة جدا ستعرض إن شاء الله في المزاد الصامد إن شاء الله إن شاء الله الجديد بقول لكم بس تبقوا طبعا حصري لنا حصري لكم الجديد السنة بتمسر هناك خمس دول تونس وفلسطين سوريا طبعا أطفال سوريا اللي في التعليم للمخيمات ونيبال وباكستان هذه الدول اللي حنعمل عليها مزاد لأول مرة بيكون لايف خلال فتلة الحفل فهنا يعني هذا اللي بيكون صراحة نقول فكرة جدا جميلة خلال هذه جاسم شون مزاد يعني للتبرع للتبرع لهذه الدول لهذه الدول لهذه المشروع نحن عندنا مثلا نقول على سبيل المثال مثلا في تونس مشروع يكلف مثلا 2 مليون أو 3 مليون دولار نعم فنبدأ به المزاد أوكي من اللي يحب أن يكون المزاد هذا يدخل فيه نعم فهناك عندنا لأن هذه المشروع كله بالكامل حوالي نقول 2 أو 3 مليون لبناء مثلا نقول حوالي 10 إلى 15 مدرسة في هذه البلدة أو في تونس فهناك سيكون إن شاء الله المزاد على هذا وممكن يكون نبدأ بالعالي وإن شاء الله الله سهل ممكن نصل أكثر من ذلك فطبعا في النهاية هذه الأول مرة يحصل هذا الشيء وإن شاء الله رب العالمين لأنه فعلا فعلا نحن اليوم كنا في اللجنة والحمد لله رب العالمين الأقبال من قبل مؤسسات الدولة ورجال الأعمال لحضور هذا المزاد يعني نحن غير متوقع صراحة نحن فل نحن خلاص أنتم مالكم كراسي عندنا نعم ما أننا كراسي نحن نمو نحن نمو نحن نمو نحن نمو البترول اللي هم الراعي الاستراتيجي أيضا الراعي الرسمي اللي هم شركة قطر البترول العالمية إضافة إلى ذلك أنا أشكر صراحة كل المؤسسات اللي تعاونوا معانا من مؤسسة الشقاب من شركة الفردان اللي تعاونوا وأدوا أعطونا بعض المواد وأيضا رجال الأعمال اللي خلال الأيام الأخيرة اللي فاتت أيضا بشرف بدعم بعض القطاع اللي تعتبر كعبارة عن دونيشن أو دعم لمشاريع لها وأيضا فعلا أنا أشكر الحضور اللي قد نمتوقع الحضور اللي هو حجز الكراسي الآن وحجز الكراسي هذه إحنا حطيناها بمبالغ معينة ولكن كلها الحمد لله حجزت وإحنا ننتظر إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله إن شاء الله نسمع الأخبار الأخبار الحلوة أنتوا بتكون أول الناس سيكون حضرين سيكون حضرين سيكون سباقين ونغطي بإذن رب العالمين السيد محمد من جاسم النعمة كبير ممثلي إدارة مؤسسة تروتا بيظل وجيهكم وإن شاء الله الله يوفقكم في هذا المزاد شرفنا على شاشة ريان الله يبارك فيكم هذه السعالة المباركة التي أنا يكون معكم ساعة كبركة وجاسم الله جعل إن شاء الله هالي تعملونا كلها في ميزان حسنا الله يزيكم خير الله يزيكم خير مشاهدين الكرام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فتح أمس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الوسيل مارينة معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت بنسخته الثانية صحيح يخالد ويستمر المعرض إلى 15 من الشهر الجاري تفاصيل هذا التقرير افتتاح النسخة الثانية لمعرض قطر الدولي للقوارب واليخوت شكل مناسبة اطلع خلالها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على المشاركة المتنوعة في هذا الحدث البارز مشيداً بالصناعة القطرية التقليدية المشاركة في المعرض والتي أبهرت إتقاناً في تصنيعها الانتاج المحلي واضح فيه الإتقان واضح فيه التمييز وواضح فيه الانتقال إلى مراحل أخرى المراحل الجديدة من سواء التصميم أو جذة العطاء أو جذة الانتاج المعرض وصل هذا العام إلى طاقته الاستيعابية القصوى بمشاركة ستين قارباً ويختن بقيمة إجمالية تتراوح ما بين أربعمائة إلى خمسمائة مليون ريال قطري وعرف مشاركة أول محمل عصري صنع في قطر بمواصفات عالمية نسخة نسخة ثانية كحجم أكبر كنسبة مشاركين أكثر فيها إضافات جديدة إبراز الاصطناعات المحلية والقطرية أكثر من العالمية نسبة المشاركة تقريباً 50% 50% عالمية و50% تقريباً محلية حصلنا كثير من الرضا من الزائرين وانبهار بما شافوا أكثر من الشيء اللي هم كانوا يتوقعونه وخصوصاً بقارنة بما في النسخة الأولى من معرض قوارب واليخوت إقبال كبير من زوار المعرض على المعروضات والأجنحة المخصصة للشركات للإطلاع على آخر منتجاتها مما يثبت أن السوق القطري يعتبر من أقوى الأسواق في العالم في مجال تجارة وتصنيع القوارب واليخوت مشاهديننا صراحة نحن مستمتعين أنا وخالد اليوم في هذه الحلقة لأن من أكثر شغلتين نحبهم الإخوت والخيول والخيول صحيح خالد نعم وجميل نحن نختم حلقتنا بالإخوت ممكن أكثر شيء جبني المحامة الخشبية بطراز عصري محافظة على التكنولوجيا وفي نفس الوقت مرتبط بماضي الأباء والأجداد في نفس الوقت صحيح وبهذا مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب لأي اقتراحات أو سفسرات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم متابعتنا والمشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاج برنامج ترحيب عبر الإنستجرام الريان تيفي نحب باقتراحاتكم واستفسراتكم تمسون على خير ما سلام